ومع الوحي التدريجي أنه أبدأ أنه أدرك أنه يسوع المسيح هو المركز وده المبدأ السادس أنه يسوع هو المركز أي كل الكتاب بيعلن عن يسوع من التكوين للرؤية بيعلن عن شخص الرب يسوع هو الله الظاهر في الجسد الله بيعلن عن نفسه في شخص الرب يسوع الكتاب المقدس لأنه هو كتاب لكل الناس عشان كده المبدأ السابع أنه أنا بتعلم مما كتب لأجيال سابقة إيه رسالة هذا الكاتب لحالي النهاردة وظروف النهاردة وثقافة النهاردة واللغة النهاردة وإمكانيات النهاردة عشان كده واحدة من المبادئ المهمة أنه وأنا أفتش كلمة الله وأجد فيها الحياة الأبدية أكون حاطة هذه المبادئ السابعة في جدام نظري بعدين مثل ما اقتبست الآية عن الكتاب كل الكتاب هو موحى نافع للتعليم للتقويم للتأديب الذي في البر للتوبيخ الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح فأنا بتعلم عم بحظر عم أنظر أنه آه ما عملش زي ما عمل الشعب القديم برجوعه وكسر العهد وأنا بتعلم شيء جديد دلوقتي وعلشان كده يا خنزار زي ما حالي بتقول أنه المبادئ دي اللي أنا باستخدامي لها بتعلم الشيء الجديد وأنا طلعت بتفسير معين لا لازم اتأكد أن إلا أنا وصلت له ده صح ولا غلط في حاجة اسمها مبدأ تاني اسمه المطابقة يعني مطابقة إن أنا في كلمة في هذا النص أنا عاوز أولا أعرف أصلها في اللغة الأصلية واستخدمت فين في مقاطع أخرى تانية وابتدي من النص القريب يعني ده يتعلق بأنه السياق النص بس ده أبعد من سياق النص القريب إلى مشابهة هذه الكلمات جات في أي ظروف ومين استخدمها واستخدمها لإيه والمعنى الأصلي في اللغة الأصلية ده بيطمني إلى أنه التفسير اللي أنا وصلت له هو ده تفسير صحيح أنه أنا طبعا ما عندناش وقت أن ندي أمثلة كتيرة بس المبدأ التاسع والأخير هنا أنه في الأول والآخر هناك تفسير واحد نعم تفسير واحد للنص قد تتعدد التطبيقات لكن يظل تفسير النص الكتابي تفسيرا واحدا لا يقبل المساومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر